تبدو الخطوات الأمريكية لمحاربة داعش على الأرض مرتبكة فبعد أعلان وزير الدفاع أشتون كارتر أن قوات أمريكية خاصة وصلت للعراق لملاحقة داعش يخرج السفير الأمريكي في بغداد ستيورت جونز لينفي نية بلاده إرسال قوات برية مؤكد أن الحكومة العراقية لم تطلب ذلك وأن عمل القوات الخاصة لن يتم إلا بالتنسيق مع الحكومة تصريحات السفير الأمريكي ربما تعود إلى وجود تيار عراقي رافض لأي وجود عسكري أمريكي على الأرض من بغداد ينضم إلى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقية الدكتور أحمد محجوب وأيضا ينضم إلينا من بغداد كذلك القيادي في ائتلاف العربية الدكتور مهند البياتي نذكر أنه بإمكانكم المشاركة في الحوار من خلال طرح أسئلتكم واستفساراتكم على تويتر وفيسبوك أهلا بكم من جديد إلى غرفة الأخبار سيد محجوب وسيد البياتي أبدأ معك هذا الحوار سيد محجوب على الرغم مما تثيرها الخطوة الأمريكية من خلافات إن كان داخل الإدارة الأمريكية أو حتى لدى الأوساط العراقية لكن برأيك ما دلالات وما أهمية خطوة كهذه هل تراها تصعيدا جديدا في التصدي لداعش من قبل القوات الأمريكية شكرا جزيلا على الاستضافة بالتأكيد المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية كبيرة وتحديدا للولايات المتحدة الأمريكية التي قدمت الوضع الجديد للعراق قبل 13 عاما وقادت التحالف أنذاك وجاءت بدباباتها وطياراتها وجنودها إلى العراق لتحرر العراقيين من ظلم الدكتاتورية لا أدري لماذا التحفظ الآن على الدبابة التي جاءت وغيرت النظام في ذلك الوقت وأصبحت اليوم محرمة وأعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أمام التزام قانوني عبر الوثيقة التي وقعتها مع العراق اتفاقية الإطار الاستراتيجي وكذلك أخلاقيا أمام العالم لأنها ملتزمة لا زالت ملتزمة بحفظ الأمن المواطن العراقي اليوم يموت في الشارع والحكومة لم تقل أنني عاجزة لكن الواقع يقول أن الحكومة تبدو عاجزة عن حفظ أرواح المدنيين وما حدث في محافظة ديالة قبل يومين يؤكد أن 30 ألف جندي وشرطي في محافظة ديالة لم يستطعوا أن يقفوا أمام الميليشيات الوقحة التي استهدفت أهلنا في محافظة ديالة ولذلك من الطبيعي أن يطالب أو تطالب شريحة من المجتمع العراقي أو جهات من المجتمع العراقي بتدخل قوات برية أو قوات خاصة حتى من أجل ردع داعش وحفظ الأمن وحفظ حياة الناس التي يتعرضون إلى إتلاف أرواحهم وأزهاقها من قبل الميليشيات من طرف وداعش من طرف آخر ابقى معنا أرجوك سيد محجوب وأيضا سيد البياتي سأشرككما في هذا الحوار لكن أرجو أن ترحب معي أيضا بالمتحدث باسم خلية الإعلام الحربي العميد يحيى الزبيدي من قضاء حديثة شمالي غرب الأنبار أهلا بك العميد يحيى الزبيدي أولا نريد أن تطلعنا على سير المعارك في الأنبار وبالتحديد في حديثة بسم الله الرحمن الرحيم تحية لكم ولمشاهديكم الكرام حقيقة أنا الآن تواجد منذ الصباح في مدينة حديثة الصامدة البطلة بعشائرها وأهلها اليوم كنا في زيارة للخطوط الأمامية في مطقة الخسفة وكان هناك حقيقة ثبات وصمود وشجاعة عالية من أبناء العشائر الشريفة من عشائر جغايفة والبونمر والبحيات والأبويد وكل عشائر مع القوات المسلحة العراقية في قيادة عمليات الجزيرة والفرقة السابعة وكانت الهجمة الكبيرة يوم الثلاثة واحد من قبل التنظيم الإرهابي على مدينة حديثة وبروانة ومنطقة السكران الغربية والشرقية والشاعي استطاع أبطال القوات المسلحة وأبطال العشائر الشرفاء من صد التعرض على حديثة وتكبيد العدو خسائر كبيرة بالأرواح والمعدات وتدمير القوة المهاجمة بشكل كبير وتدمير العشرات من العجلات المفخخة وكذلك قتل العشرات من الإرهابيين وقتل قيادات مهمة استطاع أبطال من تطويق منطقة بروانة وتطويق العدو في منطقة بروانة وقتل ما يسمى وزير حرب داعش وقيادات مهمة هذا يدل على هناك صمود كبير وثبات لأبناء العشائر وقوات مسلحة قضاءكم على مجموعة من هذه القيادات كيف أو ماذا ترتب عنه عسكريا؟ هل لمستم أثر لتصفيتهم على الأرض وضعف لجبهتهم من الناحية الأخرى؟ حقيقة السؤال غير واضح أتمنى أن الصوت غير واضح الصوت غير واضح استهدافكم لقيادات عديدة من داعش كيف أثر إيجابيا على سير المعارك بالنسبة لكم؟ هذا الاستهداف حقيقة من خلال معلومات استخباراتية ومن خلال تعاون المواطنين في منطقة حديثة ومنطقة بروانة والمناطق الأخرى استهداف القيادات قتل قيادات مهمة للتنظيم الإرهابي أدى بشكل كبير إلى انكسار وانخفاض في الروح المعنوية وتدمير للعدو كذلك في نفس الوقت هو ارتفاع بالروح المعنوية لدى المقاتلين وهذا منعكس على الصمود الكبير والواضح لدى القوات المسلحة العراقية وابناء العشائر الشرفاء في حديثه كذلك اليوم زرنا حتى مدينة حديثة والأسواق كان هناك الأسواق منفتحة المستشفى والخدمات هذا كله يؤثر بشكل كبير على سير العمليات وعلى الروح المعنوية للمقاتل وكذلك المواطنين اليوم ما نراه في حديثة حقيقة يجب أن يدرس بالجامعات للصمود الكبير لأبناء العشائر هناك هذا كله يؤثر على الروح المعنوية يحاول عدو تحقيق نصر الإعلامي هنا وهناك لكن لم يستطع ولن يستطع في حديثه هذه هي صخرة الصمود قلعة الصمود حديثة وأنا حقيقة شاهدت هذا من خلال لقائي مع العشائر على الخطوط الأمامية والسواتر مع المقاتلين هناك اندفاع هناك صمود وهناك بسالة كبيرة من أبناء العشائر أخوان في نفس الخندق يسشد أحدهم والآخر بقى في الخندق وأبعا يذهب ويقاتل التنظيم الأرهابي هذه هي الروح الموجودة في حديثه وهي مثال لبقية المناطق أيضا ما حدث في حديثه حدث في آمرلي وحدث في الظلوعية هناك تماسك هناك صمود هناك عزيمة على دحر هذا التنظيم الأرهابي طيب قبل أن أسألك عن قضية الحشد الشعبي معروف أن الحشد الشعبي لم يشارككم هذه المعارك أشتون كارتر أعلن بأن قوات أمريكية خاصة وصلت إلى العراق لمحاربة داعش ما هو حجم المساهمة الأمريكية الآن العميدة الزبيدي المتوقعة في الحرب على داعش؟ يعني نحن تعرفون أنتم جيدا نحن لدينا تحالف مع أكثر من 60 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية وهذا التحالف يضم العديد من المهام من ضمنها الضربات الجوية وكذلك تبادل المعلومات السخباراتية والتصاوير الجوية وكذلك في موضوع تدريب القوات قطعات مسلحة عراقية وكذلك بناء العشائر في محافظة الأنبار الآن في العمليات العسكرية وتحقيق الانتصارات الذي تحقق هو بفعل الجهود الكبيرة لأبناء العشائر والقوات المسلحة العراقية وما حدثه من تحرير والسيطرة على مركز مدينة الرمادي وعملية تطهير ما تبقى من بعض الجيوب في بعض المناطق والانتصارات هذا كله يعني بفعل عراقي خالص مئة بالمئة اليوم القوات المسلحة العراقية والحجد الشعبي وابناء العشائر لغيارة هم من يخططون ويقودون معارك ويتقدمون باتجاه العدو يكبدون خسار كبيرة لا يوجد هناك على الأرض أي أنصر من قوات التحالف سواء أمريكية أو غير أمريكية من يقود ويكرر ويخطط ويتقدم ويحقق انتصارات هم أبناء العراق بكافة مسمياته وأيضا بمساندة القوات المسلحة العراقية مخاوفكم من انتهاكات جديدة للحجد الشعبي هل هي حاضرة العميد الزبيدي بقوة هذه المرة أيضا؟ نعم مخاوفكم من انتهاكات من الحجد الشعبي هل هي حاضرة في هذه المعارك أيضا؟ أي انتهاكات؟ يعني تكرار ما حدث في تكريت قبل أشهر هل لديكم خشية إن توسعت مشاركة الحجد الشعبي في المعارك المقبلة؟ سيدتي ما حدث من عمليات وتحقيق نصر كان بعد الانكسار الذي حدث في عملية سقوط الموصل وصلاح الدين والمناطق الأخرى كان هناك دور لأبناء الحجد الشعبي قاتلوا ببسالة مع القوات المسلحة العراقية وحققوا انتصارات حاول عدوة هناك كانت وثائق تم العثور عليها بتوجيه من الإرهابي أبو بكر البغدادي وقياداته بضرورة قيام بأعمال تخريبية وقتل مواطنين وحرق دور ونهب وسلب وبزي الحجد الشعبي الغاية من عدها هي تشويش سمعة الحجد الشعبي وهناك أدلة موجودة لقيام الحجد الشعبي بمساعدة العوائل وتوفير الحماية لهم اسمح لي العميد الزبيدي أنا لا أريد أن أقاطعك خصوصا وأن الصوت صعب سماعي وأسئلتي بسهولة ولكن العشائر السنية في العراق لطالما تحدثت عن هذه الانتهاكات وكانت واضحة حتى بالنسبة للمجتمع الدولي كيف يمكن لك سيد الزبيدي أن تنكر وبأنها اتهام بالنسبة للحجد الشعبي أنا كنت حاضر في عملية تحرير شمال صلاح الدين وشاهدت القوات المسلحة العراقية وأبناء الحجد الشعبي وأيضا أبناء العشائر هناك من الحجد العشائري في صلاح الدين تقوم بعمليات مطاردة لفلول تنظيم الإرهابي وحررت مناطق كثيرة وطهرت مناطق كثيرة وحققت انتصارات اليوم هناك من يحاول تشويه سمعة القوات المسلحة العراقية وأبناء الحجد الشعبي وأبناء العشائر الغيار المتواجدين في صلاح الدين وفي الأنبار وفي كل مكان هذا ليس بالجديد لكن هناك صور واضحة لما قام بها أبناء الحجد الشعبي والقوات المسلحة وأبناء العشائر بإنقاذ العوائل اليوم ما يحدث من إنقاذ لمئات العوائل في الرمادي ويحملون على كتوف القوات المسلحة العراقية ويقدمون لهم العلاج وينقلهم إلى مناطق آمنة هناك نساء تم إنقاذها هناك رجال هناك أطفال وهذا موجود لكن هناك من يحاول تشويه سمعة القوات المسلحة والحجد الشعبي وأبناء العشائر نحن أكبر من هذا وطننا ومن واجبنا الحفاظ على أرواح المواطنين في كل مكان شكرا جزيلا لك العميد يحيى الزبيدي المتحدث باسم خلية الإعلام الحربي شكرا جزيلا إذن بعد الحديث طبعا لسيد الزبيدي أعود مرة أخرى لضيفي حوار غرفة الأخبار أبدأ معك من جديد سيد مهند البياتي أعتذر أطلنا عليكم ولكن كنا نود طبعا أن نستعرض أيضا ما يحدث ميدانيا في الأنبار بالتحديد سيد البياتي أعود إلى النقطة الأساسية وهي محور حوارنا اليوم وهي هذه القوات الخاصة الأمريكية التي أعلن وزير الدفاع عاشتون كارتر بأنها وصلت إلى العراق برأيك قواتك هذه من وجهة نظرك هل ستعطي زخما وقوة دفاع لستراتيجية أوباما لمحاربة داعش في العراق شكرا جزيلا لقناتكم الكريمة على هذه الاستضافة والسادة الضيوف والمشاهدين الكرام دعيني أولا أن أوصف العناصر الثلاثة التي توفرت في قضية القوات الأمريكية وتواجدها على أرض العراق لا أود إشترار الماضي ولكن أنطلق من الانسحاب الأمريكي من العراق حينما تحدث الكثير من السياسين على انسحاب غير مسؤول باعتبار أن هناك الكثير من الهشاشة أصابت الدولة العراقية ومؤسساتها الأمنية والعسكرية العامل الآخر أن العراق مرتبط مع ملوات المتحدة الأمريكية بعد تحالف الدولي المجتمع الدولي باتفاقيات أمنية كان جزء منها اتفاق الحفاظ على أمن الوطن اتفاقيات تخص حماية الأموال الخاصة بالعراق إضافة إلى ملاحق أخرى من الاتفاقيات وهذه جزء منها العنصر الثالث التخوف السياسي الدولي من الحديث المعلن عن وجود قوات من عدمها أنا أعتقد أن العراق اليوم في محاربة لهذه المنظومة الإرهابية تحت عنوان داعش تحتاج إلى عمليات نوعية وليست إلى كمية بشكل مكثف هناك اعتماد على المعلومة الاستخباراتية وهناك استهداف واستمكان لمناطق محددة في ضرب مفاصل هذه المنظومة الإرهابية ونحن نعتقد أن مع كل بسالة الجيش الإراقي منظومته وابناء العشائر الغيارة أيضا أن هناك نقص في المعلومة الاستخبارية وطريقة الاستمكان والمناورة في عمليات القتال وما أود الحديث عننا أيضا أن كل ما جرى اليوم من انتصاراتنا نشد على أيديهم أن ليست هناك صور حقيقية للمعركة أو أفلام نقدر نطلع عليها نحن كمتابعين على ما يجي على ساحة المعركة ونعلم أن خلية الإعلام الحربي دائما متوافقة مع سير المنظومات المسلحة الرسمية في العراق فبالتالي الحديث عن موجود القوات من عدمها نحن نعي أن هناك صراع إرادات إقليمية في المنطقة والدولية حول ما يجري على أرض الإراق وأرض سوريا في وقت واحد يختلط فيها الحاب البنابل وبالتالي محاولة تعزل هذه الإرادات بطريقة أخرى بعدد تواجد ولكن من يمتلك المعلومة الحقيقية في عدد القوات الأمريكية المتواجدة في عراق وإن كان أعلنت الخارجية الأمريكية أن هذه القوات هي قوات نخبوية تعمل على تأمين قطع إمدادات داعش على الأخص في حماية الحدود العراقية السورية وإجراء مناورات نوعية على اعتبار أن هناك إمكانية احتمال أن يعود تنظيم داعش بعمليات نوعية من نوع آخر في محاربة هذه القوات والأخص منها سجود المياه ومنابع المياه التي قد تؤدي إلى كوارث من نوع جديد على المنطقة مما يؤثر على سير المعارك وإلا لو كانت كثافة النار وتقدم القوات العددية البشرية لكان الموضوع حسم منذ أول أمر أمام القوات العراقية المسلحة أنت باعتقادك سيد البياتي بأن هذا التواجد الأمريكي ربما لن يساعد في إحراز تقدم ضد داعش نحن ذكرنا في بداية الأمر حينما أعلنت الولايات المتحدة تشكيل التحالف الدولي وفي أكثر من مناسبة أن ليست هناك جدية واضحة من الولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب في العراق نتيجة وجود حسابات سياسية متعددة منها كأن يكون إقليمين ومنهم يكون عراقيا بحتا خالصا ولكن اليوم نعتقد أن هذه الخطوات هي خطوات جادة مثمرة بالابتعاد فقط عن ممارسة العمل الجوي العسكري والانتقال إلى المساحة على أرض الباقع في غرب العراق ممكن أن يشجع من تقدم القوات العراقية المسلحة بشكل واضح من خلال المنظومة الحديثة والتقنيات المستخدمة لدى التحالف الدولي وإمكانية وضحة تحت خدمة قواتنا المسلحة العراقية ولكن يبدو بأن القوات العراقية وعلى الرغم مما تقوم به من مجهودات إلا أننا نرى في أكثر من مدينة ومحافظة ما زالت هناك مقاومة عنيفة من عناصر داعش رأينا ما يحدث في الرمادي بعد رفع العلم العراقي على مباني رسمية نرى من جديد عمليات كر وفر مع داعش سيد محجوب إلى أي مدى برأيك ضروري أن تقوم هذه القوات الخاصة بمهام محددة نوعية قد تساعد الجيش العراقي في القضاء على داعش فيما يتعلق بالعمليات النوعية بالتأكيد العراق بحاجة لها نحن نعلم أن القوات داعش أصبحت مدربة بشكل كبير لديها خبرة أكثر من سنة ونصف في التمكن على الأرض ولديها مقاتلين محترفين ولا تعتمد على الكم العسكري ولا على نوع ثقيل من الأسلحة وإنما تعتمد على الحركة المباغتة والخطط العسكرية المحكمة والهجمات المباغتة والتي أستطيع أن أصفها بالهجمات النوعية وبالتالي العمليات النوعية التي قامت بها بعض المجموعات الأمريكية في الحويجة أو في مناطق أخرى أتت أكلها واستطاعت أن تضرب داعش في مقتل وبالتالي لا بد من أن تذهب بنا الحاجة إلى الاستعانة بهذه القوات على الأرض من أجل حسم المعركة في محاور قبل قليل كنت جالس مع السيد محافظة الأنبار وتحدثنا حول المحاور التي تقف عندها القوات العسكرية العراقية وقوات الحجد العشائري في محافظة الأنبار وعرفت أن الكثير من هذه التوقفات يعزى إلى الحاجة إلى السلاح أحيانا والحاجة إلى الاحتراف أحيانا أخرى لأن القوات الموجودة هي تقاتل بغيرتها كما ذكر سيادة اللواء الذي أهلنا في حديثه والمقاتلين الشجعان يقاتلون بغيرتهم وليس بخبرتهم وبالتالي نحتاج إلى غيرة وخبرة القوات الأمريكية بالتأكيد ستوفر لنا خبرة واحتراف ستوفر أيضا لنا المال والأهم من المال هي الأرواح والوقت نستطيع أن نحصل على معلومات تمكننا من ضرب المناطق والخواصر الهشة لدى داعش وبالتالي أعتقد أنه لا بد من الذهاب باتجاه الاستعانة بهذه الفرق الخاصة وقد آن الأوان أن نمضي بدون خجل من أجل أن نستعين بالولايات المتحدة الأمريكية وأنا أيضا خليني أقفية من نقطة في غاية الأهمية أنا ما أعرف أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض إذا كنا لا نريد الولايات المتحدة الأمريكية إحنا ليش موافقين على وجودها بتحالف دولي وموافقين على وجودها بأجواءنا وعدها طيارات ولكن سيد محجوب وتزودنا معلومات وجودها في تحالف دولي هو جهد جماعي تشارك فيه أكثر من ستين دولة لماذا برأيك لكنها تقود هذا التحالف صحيح ولكن ألا تتساءل عن الدوافع والأسباب الحقيقية والسر وراء هذا الاندفاع الأمريكي الآن لإرسال قوات خاصة يعني لماذا الآن بالتحديد؟ لماذا ليس بعد إعلان أن نوصل معكم لداعش؟ أتمنى أن يكون الأمريكيين مندفعين أنا أخالف شراء الأمريكيين غير واضحين ومنذ سنوات طويلة يعني منذ أن خرج الأمريكان من العراق إلى يومنا هذا الأمريكان غير واضحين معنا لم يتحدثوا بشكل واضح وياريت الأمريكان يكونوا مندفعين من أجل أن يعاونوا العراق وعندما نتحدث عن القوات الدولية والتحالف الدولي ما المانع؟ أنا أتساءل هنا أتساءل ولست أصرح ما المانع من أن الذي يقاتل في السماء يقاتل على الأرض ما هي سيادة؟ سيادة في الأرض وفي السماء وبالتالي أعتقد أن هذه نظرة جزئية وخليني أبوح بشيء من الحقيقة إذا صح التعبير ومن على قناة سكاي نيوز وأعتقد أن هناك شيء من الإزدواجية في خطاب الحكومة العراقية فيما يتعلق بعلاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية هناك خطاب دافئ بين الحكومة العراقية الحكومة كحكومة ممثلة برئاسة الوزراء والسيد الرئيس الوزراء وبين الولايات المتحدة الأمريكية ولقاءات حميمية مع سعادة السفير الأمريكي واتفاقات وعلاقة جيدة لكن لا أدري لماذا لا تترجم هذه العلاقة الطيبة والاتفاقات العميقة بين السيد الرئيس الوزراء وبين السفير الأمريكي والولايات المتحدة الأمريكية إلى تصريحات واضحة وهنا أعتقد أنه كنا نتمنى أنه موجود أحد من الحكومة حتى يجاوبنا لأن البرلمان العراقي أراد من السيد رئيس الوزراء أن يتواجد في البرلمان لعدة مرات فيما يتعلق بالملف الأمني والتحالف الدولي والسيد رئيس الوزراء لحد الآن لم يحضر إلى البرلمان وبالتالي نحن هم نعرف ماذا تفعل الحكومة مع الولايات المتحدة الأمريكية وماذا تتفق ولماذا لا تصرح بما تتفق به مع الأمريكان دعني أنقل هذه الفكرة للسيد بيت أعتقد أن الحكومة عاد اتفاقات جيدة مع الأمريكان على رغم هذه الاتفاقات وهذا الرضا الحكومة العراقي على الولايات المتحدة وإدارتها للملف في العراق يقول لك لماذا هذه الازدواجية ما المانع من محاربة داعش على الأرض في الوقت الذي تحارب فيها الولايات المتحدة داعش من الجو سيد البياتي عفل نعم نعم تفضل يعني الموضوع يحتاج إلى صراحة أعمق في هذا الموضوع واضح في العراق أن هناك أكثر من إرادة سياسية تعمل على استباحة المشهد السياسي العراقي هناك رؤى للحكومة العراقية تحاول أن تبسط الأمن وفرض القانون ولكن هناك إرادة أخرى تحاول أن تهيمن على بعض المناطق في الهيمنة ضمن العامل الجيو سياسي لفرض واقع سياسي في العراق أعتقد أن هناك خلط في الأوراق كثير في العراق يحتاج إلى صراحة أكثر أن نتحدث بها بل على القادة السياسية أن يكونوا أكثر وضوحا كان هناك العديد من الاجتماعات على مستوى الرئاسات وتم طرح في الاجتماع الأخير من قبل القادة أو التلاف العربية أن العراق أمام مفترق طرق إما أم تفرض هيمنة ورؤى موحدة للعراق في أن يختار طريقة نحو بناء ذاته أو أن العراق بلد ذاهب إلى الهاوية ويبدو أن تلك الإرادة لم تصنع لغاية الآن في أروقة السياسة العراقية فتتغلبها على المحاور الإقليمية فأصبح العراق مرتع لكل أنواع الصراعات الدولية والإقليمية ضمن هذا الباب أنا أشعر بحرج الوضع السياسي العراقي على جميع الكتل السياسية ويبدو أن التعامل مع الفعل بردة الفعل أصبح موضوع لا يشكل شيء في إرادات الإقليم والإرادات الدول على تشكيل تحالفات إقليمية على مستوى وعنوان إسلام وعروبي وهناك محاول رباعية وهناك محاول دولية خلطت المشهد أمام السياسي العراقي فبالتالي نحتاج إلى صراحة أكثر في هذا الموضوع في حديثنا عن إرادتنا في قتال داعش وما بعد داعش الاعتبار أن الحديث اليوم مع كل مساوئ الحالة السياسية العراقية هو ماذا بعد داعش نعم وبدأت تتولد اليوم خلافات داخل المكون الواحد إذا كنا دولة مكونات نشهد اليوم أن هناك في إقليم كردستان خلافات واضحة هناك خلافات سنية وسنية تحت بين قوسين نعم سيد البيت وهناك أيضا بدء احتراب داخل التحالف أو المكون الشيء شكرا أعتذر منك بشدة دكتور مهند البياتي لضيق الوقت طبعا أشكرك وأشكر أيضا الدكتور أحمد محجوب لمشاركتكما معنا في غرفة الأخبار شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر